سجال سياسي واستياء شعبي عكستهما مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان تنازل عراقي للكويت عن أراضي عراقية الأزمة تعود إلى حقبة الغزو العراقي للكويت وما تلاها من إعادة ترسيم للحدود بين البلدين استنادا إلى قرار أممي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي فندت الحكومة ما أشيع وقد رأت أن الملف تحول بعد عام 2003 إلى ابتزاز سياسي من خلال بث إشاعات واتهامات للإساءة إلى الحكومات السابقة بعنوان التفريط بالأراضي العراقية أنا أعتقد أنه عندما تتدخل الأمم المتحدة ويكون هناك لجنة عراقية رصينة ومفاوض قوي من العراق ولم يرضخ لإرادات خارجية أو داخلية لأن الكويت رصد حوالي مليار دولار لهذه المسألة لو أنت تعلم أن المال هو مفسد للأخلاق ولذلك نجد أن البعض يرضخ لإرادات خارجية من خلال هذه الحالة ترسيم الحدود وفقا لغرار مجلس الأمن رقم 833 يؤكد مختصون أنه يشمل ترسيم الحدود البرية وليس الحدود البحرية التي يطالب العراقيون بحفظ حقهم بإطلالة عليها وعدم التضييق على ممرات الموانئ العراقية نحو أعالي البحار الوفد الكويتي الذي يأتي للعراق 100% هو خصد أنه يصير ترسيم بعد العلامة 162 العراق ضمن الدول المغلقة جغرافيا مساحة البحر الأقليمي 650 كيلو بينما الكويت 500 وإيران 1200 السجالات الحالية تعكس صعوبة المرحلة المقبلة التي يسعى فيها العراق والكويت إلى ترسيم حدودهما البحرية وسط مطالبات بالتحرك لتصحيح قرار مجلس الأمن رقم 833 تثبيت الحدود البحرية مع الكويت محطة استراتيجية يسعى العراق من خلالها إلى ضمان مستقبل عمل القناة الملاحية في خور عبدالله لكونه ضمانة لنجاح مشروع ميناء الفاول كبير صلاح الخزاعي بغداد الميادين